صباح الخير ازايكم عاملين ايه في الفيديو بتاع النهاردة انا بس جاي افكركم ان العصير اللي اسمه سانتوب ده للاسف مش معانا هو مقاطعة وطبعا مش هسبكم كده لازم نقول مع بعض ايه هي اسباب المقاطعة عشان نقتنع عقلنا يقتنع ونبقى متطمنين فيلا بينا ونقول بسم الله لو فتحنا جوجل وعملنا عليه يعني بحث بسيط جدا وكتبنا ايه الشركة المالكة للعصير اللي اسمه سانتوب ساعتها هتلاقي النتيجة ان سانتوب مملوك لشركة اسمها بنزكر شارطة كورو النص الاول من الاسم مملوك لشركة اسمها بنزكر ودي شركة سعودية تماما وببحث بسيط جدا على جوجل هتعرف ان بنزكر ده فعلا شركة استثمرية كبيرة اسكان الاباء او الابناء فكلهم مستثمرين في السعودية وكمان في الخليج العربي النص التاني بقى من الملاك بتوع الشركة سانتوب او العصير بتاع سانتوب هتلاقي ان هي شركة كورو زي ما قلنا بس هي حروف سي او ار او وبرضو ببحث بسيط جدا على النت هتعرف ان هي شركة دينماركية وده الصيد بتاعهم اللي بيقول كل المنتجات بتاعتهم اسكانت في السعودية او في الخليج العربي او كمان ان هما بيصدروا حوالين العالم كده احنا عرفنا الشركات المالكة لعصير سانتوب تعالوا بقى نقول فين المشكلة اللي خلت سانتوب بمقاطعة اول ما احنا بنشتري سانتوب بالتأكيد بتروح الارباح بتاعته مقاسمة ما بين الشركة الاولى اللي هي بنا زكر وبين الشركة التانية اللي هي كورو طيب ما فيش مشكلة ان الارباح تروح للحكومة السعودية خلاص مننا وعلينا انما المشكلة ان الارباح دي لما تخدها الشركة الدينماركية بتدفع الدرايب بتاعتها للحكومة الدينماركية الحكومة الدينماركية بتاخد الفلوس دي مع بقى كذا الشركة الدينماركية التانية وبيستغلوها في دعم الكيان ولو عملت يعني بحث بسيط جدا على جوجل في ازاي ان دنمارك بتدعم الكيان هدلاقي ان اول حاجة خالص عملتها الدنمارك ان اول ما حصل هجوم بتاع حماس في كتوبر 2023 رحت الدنمارك على طول اعلنت ان هي بتوقف اي مساعدات انسانية لفلسطين اسكانت بقى في البنية التحتية اسكانت في اكل بالاضافة كمان ان البرلمان الدنماركي صرح للتلفزيون عندهم والجرائد ان هما بعد ما اجتمعوا مع بعض طلعوا بيان ان هما بيرفضوا اي اعتراف بدولة فلسطين مفيش الموضوع الابشن ده مش موجودة على الترابيزة اصلا المناقشة ومن اكبر المصايب اللي بتعملها الدنمارك ان هي بتصدر الاسلحة للكيان وهي عارفة كويس قوي هي تستخدمه في ايه وعارفة ان هي دولة محتلة ومن كتر كمية الاسلحة اللي هي بتصدرها للكيان في محامين رفع عليها يعني قضية ان هي كده مشاركة في الابادة الجماعية اللي حصلت على الفلسطينيين بقى لهم تسع شهور تقريبا وقبل ما اقفل الفيديو لازم احقاقا الحق اقول ان فيه جزء من الشعب الدنماركي بيقايد القضية الفلسطينية جدا 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 لدرجة ان هما بينزلوا مظاهرات رفعين فيها لعالم الفلسطيني وبينددوا بالحرب وبينددوا كمان على الهجوم الوحش اللي بيحصل على المدنيين هنا ترجمة نانسي قنقر